أنا اللي بغيت نأكد عليها هو الكل تعتبر بأن الإصلاح ديال منظومة تربية تكوين هو إصلاح مستعجل هذا يعني خسنا ندوزه من الأهداف اللي هي نظرية إلى العمل إلى جرأة باش ناخده قرارات اللي هي آنية لأنما راه كل ما عطلنا وكل ما أخرنا هذا الإصلاح شكل اللي هو دحية دياله راهما الأسر راهما التلاميذ ديالنا كيفاش واحد الجيل إلا ما ساعدناش باش نهيئوه للمستقبل راه هذا الحقيقة قصو يكون استثمار الأسر نحن نعرف بأن الأسر تدفع واحد تمن لهو غالي باش تساعد وعندها أمل بالنسبة للمستقبل لولد ديالها وتتمنى بأن هذا يساعدهم على واحد الارتقاء الاجتماعي إلا ما وصلناش لهذا الهدف إلا ما كناش متافقين بأن خصنا هذه الإصلاحات هي اللي ترجع الأولوية إلا ما كناش متافقين بأن كل أطراف وتنقل كل أطراف اللي هي تتكلم عن المدرسة يرجع هذا هو الهدف الوحيد ديالها راهما نتقدموش وما غن نساعدوش المدرسة باش ننجحوا في هذا الإصلاح هذه القناعة هذه القناعة اللي عندي وهذا هو الاتجاه اللي تنشتغل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر